بشكل رسمي وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة إلى كل أعضاء المجلس لحضور جلسة الأحد المقبل مع إدراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة الحالية في صدارة جدول الأعمال إضافة إلى التصويت على عدد من القضايا في مقادمتها منح سلفة مالية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإكمال تحضيراتها للانتخابات التشرعية المقبلة نواب عن اتلاف دولة القانون استبعد حصول نصاب قانوني خلال جلسة الأحد المرتقبة في حال بقاء الخلافات بين بغداد وأربيل استبعد يوم الأحد أن يحصل نصاب وبالتالي حاولت الرئاسة من خلال إعلان يوم الأحد جلسة عامة وإن الموازنة على صدر جدول العمال من أجل وضع الكتل أمام أمر الواقع وبالتالي كذلك قطع الطريق على مسألة التلاوم ومسألة الاتهامات كتلة تتهم كتلة أخرى بين هي المعطلة وهي المعرقلة فيما توقع نواب عن اتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي حصول نصاب قانوني في جلسة الأحد المقبل والانتهاء من القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة يوم الأحد أتوقع يكون هناك نصاب وستقرأ الموازنة قراءة أولى أعتقد أن يوم الأحد سوف يحضر جزء كبير خارج التحالف الوطني ونرجو من التحالف الوطني أن يحضروا بكامل أعضائهم وأن لا يتخرون لأن ليس فقط الموازنة أربعة أيام فقط هو ما تبقى على جلسة الأحد وما سيحصل خلال هذه المدة من تطورات في الحوارات الدائرة حول الخلاف بين بغداد وأربيل ستحدد موقف اتلاف الكتل الكردستانية بشأن حضورهم جلسة الأحد من عدمه بحسب نواب كرد خلال اتصال هاتفي ويرى متابعون أن نظام الداخلي لمجلس النواب يعطي صلاحية لرئاسة المجلس بتحويل الجلسة الاعتيادية إلى مفتوحة في حال عدم تحقق النصاب القانوني وبالتالي بالإمكان مناقشة الخلافة حول الموازنة جلسة يوم الأحد من حق مجلس النواب أو من حق رئيس مجلس النواب أن يفتح الجلسة وهناك توافق كتلة متحدون قالت أننا سنحضر أجزام القام العراقي ستحضر المواطن الأحرار دولة القانون التي تطالب بقرار ستحضر أعتقد أن النصاب سيتجاوز أكثر من 200 عضو حاضر هناك خطوة بإرضاء التحالف الكردستاني من خلال إدخال بعض الفقرات التي تعطي أدد من الخيارات المفتوحة بتحقيق فيما يتعلق بمناقلة الأموال وحل هذه المشاكل حتى لو بعد أشهر إذن فإن تمرير الموازنة يحتاج إلى إرضاء اتلاف الكتل الكردستانية بحسب البعض محمود فؤاد الحرة بغداد